على الرغم من الانتقادات الدولية الرسمية والشعبية ما يزال الكونغرس الأمريكي مستمرا في دعمه لتل أبيب فبأغلبية 247 صوتا أغلبهم من الجمهوريين انضم إليهم 42 ديمقراطيا أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض أقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تصويت عقابي يأتي كرد على تحرك الجنائية الدولية الأخيرة لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لمسؤوليته مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطع غزة مشروع القانون وبعد أن أقره مجلس النواب يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ الأمريكية إضافة إلى توقيع جو بايدن ليصبح قانونا جو بايدن الذي سبق وسرح أن الجنائية الدولية ليس لها أي اختصاص على إسرائيل والسياسيين الإسرائيليين لكنه اعتبر في المقابل أنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على هذه الهيئة الدولية التشريع العقابي الجديد إذا ما تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ والرئيس فمن شأن واشنطن أن تفرض عقوبات على المشاركين في أي جهود تذرها الجنائية الدولية للتحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي مسؤول من إسرائيل حليفة الولايات المتحدة التقليدية والتي هي ليست عضوا في المحكمة الدولية كما أنه سيمنع دخول مسؤولية المحكمة إلى الولايات المتحدة عبر إلغاء تأشيرات دخولهم إليها